أول مرة سوف نزور موقع التاريب في المنطقة السفيلاز أجب أن تكتشفوا معي هذا البرج المراقبة سوف نرى الفيديو لأن الناس في المنطقة السفيلاز لأن بحال جودهم قاسحين لا تشكوش واشراء أخوتي تتمكنوا بأخير مرحبا بكم معي للمفيديو جديد أبلان كم العديد جدينه كم مواقع تاريب في السفيلاز التي تدعون على المنطقة أو تدعون على التاريخ ولكن باستخدام الأول مرة سوف نزور موقع التاريب في السفيلاز كي أرجع لإحتلال الفرنسي وهناك بكثير من القلعة والتكنة الإسكرية التي تشهدها الإحتلال الفرنسي بعد الإحتلال من المنطقة السفيلاز أحد التاكل العسكرية كانت ما بين أرفود والريصاني على الطريق أولاد الزحراء مزجدة مرحبا بكم في المدخل للقشلة أولاد الزحراء أو التاكل العسكرية أو الحسن الذي كان بناء الاحتلال الفرنسي لكي يتبط القدم في المنطقة التفيلة بالخصوص في المنطقة الريصاني أرفود ومجاورهما في الأواخر عام 1916 كان احتلال الفرنسي مع المقاومين في المنطقة كانت تسمى معركة المعادل وهذه المعركة صراحة كانت فيها مقاومة شارثة ولكن للأخر كانت عزيمة لمقاومة للأسف من بعد الخسارة كان يريد الاحتلال الفرنسي أنه يحط ويتبط رأسه في المنطقة وهذا أقام مجموعة من القلاع لكي يتبط قدمه في المنطقة التفيلات وكانت هذه القلاع التي ستكون فيها واحدة من تلك القلاع التي ترى هنا تنتظر الانتباه بشكل مهم وهي أن الاحتلال الفرنسي كان يتأمد لأنه يدير القشلات في مناطق مرتفعة كما ترون هذه القشلات تظهر في المنطقة المرتفعة وكانت تكون قديمت بشكل محمل اما كان مرتفعة ف taman حجبت لتها كما كانت القرية وكانت قد نظر الانتباه بشكل مهم من التي كم ترون الفرنسي في المنطقة المرتفعة والمقاعدة لأنه يريد أن يقوم ببناء هذا البرج وهذه الأبراج والأبراج أخرى وهذا البرج الأهمية تكمن في المراقبة في المقاومات في المنطقة لا سواء في المنطقة في المنطقة الثلاث زهراء أو أيضا في القصور التي يمكن أن يكون بني محمد أو السيفة وهذا السيئ الذي يريد أن يقوم به وهذا السيئ الذي يجعله الثلاث زهراء وهذا السيئ الاخرية وفي المنطقة الثلاث غارات من طرف المقاومين في المنطقة هذه المعاركة المعاركة البطحاء الاحتلال وفي صندوق الوصف في كل المعاركة وحرب وكل حاجة وقاعدت المنطقة في هذا الشئ أريد أن تكتشف معي هذا المعاركة ونرى كيف يدعوني أول مرة سوف نصل على المنطقة أريد أن نرى عندك هذا الشئ الذي يوجد أنا أعتقد أنه سقط سقط الجزء من هنا سوف نرى نقطة المعاركة من المعاركة نقطة المعاركة ونرى نقطة المعاركة نقطة المعاركة ونرى وهي هذا المعاركة هنا هنا من المعاركة ونرى هنا ترى هنا 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 نقطة المعاركة هذا نقطة المعاركة ونرى لا أح겠نا هنا ونظف ونرى نقطة المعاركة ونقصة المعاركة بسساطة برحكم هذه هنا هنا هذا هو القصدير للزهرة هذا هو القصدير للزهرة وهذا السحكي من الرامعة في الناتص هذا هو القصدير للزهرة وهي هذه الزهرة وهي طريقة البناء للقلعة هذا هو ركز أعرف أن نزل المنطقة السفيلة سوف يضربون ركز هذه الزهرة لأن البناء للقلعة كامل وطيانة وهذا ما يبين بأن القلعة تبنات على السواعد للنزل المنطقة يمكنكم تسميمها أجنابي ولكن البناء للنزل المنطقة إذا أردت إلى الفيديو الصديق الذي يشاهد عبد الحاكم سمعوا ماذا قال على هذه القضية للبناء المعلومة لكيني في هذا الفيديو هي عبارة عن ذكرة شفوية سمعناها من الناس الناس الذين عاشوا أحداث هنا والناس الذين عاودوا لهم الأباء وشجدوا لهم على هذه المنطقة بناولوا قشلات في القارة استعمرواهم وخدموهم لكي يبنيوا هذه القشلات كانوا يسميوا هذا النظام العامل بالكورفي يعني كتخدم مجاناً وبالسيف عليك يضق عليك النصراني بمساعدة المخزن لكي تخرج و تخدم وتبني بنايات اللي غاديستعمرك بهم أجانيب موسيقى 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 قشرة الى احتلال الفرنسي والأسح من الاطلال والذي كانت تقاصيم على زمن لتبقى ووقفة وشامخة هذال الاطلال شاهدته على الظلم وحقرة والدولة المستقبلة و التعدل الذي قام به الاطلال الفرنسي إنه المستقبل إحتلال سفيلة والذي يمارسون على الناس المستقبلة مهم اتمنى ان الفيديو سأعجب لكم اتمنى ان اعرفتكم على هذه المعلامة التي اشهدت تاريخ الاحتلال الفرنسي في المنطقة ديال تافيلات شكرا لكم على التصوير شكرا لكم واستودعكم والله الى اللقاء